مرحبا مواليد بوش الثور معكو كارمي شماس اليوم بدي احكي عن الأسبوع من الـ 6 كنون الثاني يناير لـ 11 12 كنون الثاني يناير هو أسبوع كتير 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 مهم فلكيا لـ 3 أسباب لكن هلأ بهذا الفيديو ما رح احكي عن توقعات العالمية بالنسبة لهذا الأسبوع رح يكون بفيديو آخر لكن بالنسبة لكم فيه 3 أحداث لازم تعرفوها هو في عنا فول مون في عنا خصوف الأمر بتاريخ الجمعة عشرة في عنا كوكب أورانيوس يعود أو يتقدم بحركة direct مباشرة بيرجع لحركته الطبيعية هذا حدث فلكي كتير مهم والـ 11 12 في عنا تراصف بين جبارين يلي هني زحل وبلوتو يلي رح بيصيروا مرة بهذه السنة وقل ما بيلتقوا وهذا حداث نادر كتير 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 مهم على كل من بالنسبة لكم موالي برش الثور هيدا أسبوع بعتبروا إيجابي بغض النظر عن كل شي عم بيصير بالعالم من حولنا موالي برش الثور أسبوع ممتاز جيد جدا يبدأ بالأمر ببرشكن بتنتقلوا إلى مرحلة أفضل إلى تقدم إلى تطور إلى اندفاع كتير قوي وما حدا بيقدر يوقف ببرشكن منبدأ بالتانين يلي هو ستة كانون التاني يناير في عنا الأمر ببرشكن كما عم بقول وواصل هو من يوم الأحد اللي سبقه هناك قوة معنوية قوية وفي زخمة كتير قوي وفي كأنه في دفع كتير قوي بالنسبة للكون على صعيد الحزوص وعلى صعيد الفرص والأبواب يلي بتفتع بوشكن أنتم أقوية جدا ولا داعي لحتى أنتم تكونوا متأخرين عن غيركم أو تخلوا حالكم تتأخروا عن غيركم ما في أي سبب بتاتا الأجواء على المواليد برش الثور ممتازة بتعرفوا تفاصيل أكتر عن شهر كانون التاني بالأبراج الشهرية وتحديدا تفاصيل كمان زيادة بالأبراج اليومية باللغة العربية وباللغة الإنجليزية بينتقل الجو الثلاثة والأربعة الجو كن بينتقل إلى تحديد مسائل مالية ضروري جدا مولو برش الثور يحدد أولوياته المالية إلى أين تحركاته لوين رايح لوين جاي مصروفه اهتماماته الميزانية اللي بده يحطها دروسه امتحاناته علاماته ولوين معقولة مفكر يروح يومي الثلاثة والأربعة هني يومين مهمين بيخطط فيهم مولو برش الثور بيحط فيهم الكثير من الركائز والخطوط العريضي الرؤوس الأقلام لحتى يتقدم مع احتمال يكون فيه ربح مالي مع احتمال أن يكون فيه تسهيل لمسائل مالية كمان إذا أنتوا طلاب كمان فيه احتمال أن يكون يأما يكون فيه امتحانات مهمة يأما فيه نتائج ضروري تكونوا حاضرين الخميس والجمعة والسبت حتى منتصف النهار كل العالم وأنتوا أيضا تحت تأثير هالخصوف الفلمون الأمر البدر ببرش السرطان بالنسبة للكم شخصيا هيدا الفلمون بيعطيكم المزيد من العزيمة والإرادي والشجاعة وبيعطيكم أفكار مهمة جدا أنتم صباقون وأنتم أقوية وأنتم تتميزوا بأفكار مهمة جدا جدا وكتير زكية تستفيدوا من هالتأثيرات وليسم تستثمروها وتوصفوها بحدث أو بسبق يمكن صحافي يمكن مهني يمكن دراسي يمكن فيه سفر تأثيرات مهمة جدا السبت الساعة بينتقل الأمر من برش السرطان إلى برش الأسد بيتمام الساعة 12 و 17 دقيقة توقيت العالمي بينتقل يعني الساعة 2 و 3 تقريبا بتوقيت بيروت الظهر بينتقل لبرش الأسد وهون نوعا ما مولو برش الثور طالع بيله صار يغنيش حاله في عنده بعض الأصاص اللي بهمه أمرا طالع بيله طالع بيلك تعملي شوبينج تروح وتجو تتحركوا تزوروا يجي لعنكم الناس تقضن الوقت لأنتوا تعززوا الروابطكن العاطفية أو العائلية مثل ما أنتوا فيكن بدكن فيكن تعملوا بيستمر هيدا الجو أيضا يوم الأحد بس انتبهوا شوي من بعض العناد وبعض المساجية كله على بعضه بيعتبروا أسبوع مهم إذا أنتوا جاهزين الأكثر حظا في هيدا الأسبوع 28 إلى 30 نيسان أبريل هلأ كلكم محظوظين بشكل خاص اللي عم بذكرون بالإضافة إلى 13 إلى 15 13 إلى 15 أيار مايو الأكثر تعبا كوكب أورانيوس موجود عنكم كنوا حذرين كوكب أورانيوس بيقلوا بالدني فؤاني تحتيني موالي 22 و23 نيسان أبريل هيدا كانت التوقعات لهيدا الأسبوع بنهاية هيدا الفيديو حتى 2 فيديو أو 3 اللي حتى تقدروا تسمعون تاخدوا أفكار إضافية أيضا شكرا لكم إلى اللقاء باي باي شكرا لكم